عايزة أسألك إحنا ليه في مصر؟ ما بننتجش كارتون كتير يعني أنا فعلاً دايماً بسأل نفس السؤال ده بأن إحنا عندنا في مصر كل الكفاءات اللازمة لإنتاج كارتون يعني قوي جداً وناجح جداً جداً إحنا عندنا رسامين شطرين وعندنا أنيمتر شطرين عندنا كل ما يتعلق بالكارتون عندنا ده بس أعتقد أن إحنا فيها عندنا حتى كده لو ركزنا فيها هي ديات اللي ممكن تعالج المشكلة إحنا دايماً عندنا استعجال يعني الحاجة اللي بتتعامل اللي محتاجة مثلاً سنة تتعامل إحنا عايزين نعملها في شهر الحاجة اللي محتاجة وقت كبير إحنا بنديها وقت دايق طب وده بيحصل ليه؟ مش توفير للنفقات مثلاً في الإنتاج وكده؟ ممكن يكون توفير في النفقات بس يعني أنت تيجي تسمعها مثلاً فيلم مثلاً زي بتاع اللي هو اسمه إيه اللي هو؟ اللي ماخره بتطول ده اسمه إيه ده بنوكيو بنوكيو دائماً ما نتاسمه الفيلم قاعد عشر سنين يتعمل الناس قاعدت تعمل في فيلم عشر سنين وبعد كده طلعوه ده أني فيلم؟ أني جزء؟ الأخير؟ اللي هو تعرض على نتفلكس ده عشر سنين قاعد عشر سنين بينتجوه عشر سنين بينتجوه عشان يطلعه هو فيلم معمول بطريقة الستوب موشن يعني ما تعملش كرتون فأنت دلوقتي لما تقعد عشر سنين عشان تتقن حاجة فأكيد لازم هتلاقي مردود أنا بقولش نوع عشر سنين بس يعني ندي الحاجة وقتها أكيد مش أنا عشر سنين في فيلم يعني ندي الحاجة وقتها بس تسمع وصلا فيلم زي إيس إيجي مثلا قاعد سنتين فيلم قاعد ثلاث سنين ماش معقول فهم؟ يعني الحاجة بتيجي بتاخد وقتها إحنا بنابقى مستعجلين عشان ممكن يكون الرجل اللي بيستثمر فلوسه عايز يكسب على طول عايز يكسب على طول مش عايز يستنى أنا هقعد قد إيه واصرف ومش ضامن ده هيحصل مردوده إيه لكن فعلا إحنا محتاجين ناخد وقت وفي الوقت ده بنسوق لنفسنا إن إنت بتقعد تسوق وتشوق تسوق وتشوق للناس عشان خطر الناس تبع عندها وده على فكرة حيخرجنا كمان من حاجة إن إحنا ما نضطرش إن إحنا نكون بننفذ يعني حاجات ممكن تتخالف أحيانا مع ثقافتنا ومع عدد عمدك حق زي ما شفنا من فترة كان فيه فيلم تقريبا اسمه الفارس والأميرة أخد وقت طويل جدا تقريبا قاعدوا عشرين سنة علشان ينتجوا الفيلم ولما بتشوف حتة كانوا بطولة بصوت متحد صالح الفيلمان الكبير متحد صالح القاعد عشرين سنة في وقت طويل جدا لحد ما نزل ويقفوا بعدين يرجعوا يشتغلوا فيه تاني الحاجات اللي زايدات إنت لما بتشوف منها مقطع بتعرف بتحس إن فعلا فيه ناس تعبد فيه صح بس هي الفكرة في كده إحنا عايزين برضو نهرب من حتة يعني إحنا عايزين ندي لولادنا نديهم حاجة تتعلق بعاداتنا إحنا يعني كرتون مبني على عادتنا إحنا على مجتمعنا إحنا على قيامنا إحنا بس أنت بتدرب على الدبلاج أيوه بساعات بحس كتير إنه يعني أكتر الطلب على الدبلاج بيبقى من البنات ومن الأطفال الصغيرين صحيح بيتم الاعتماد عليهم بشكل كبير قوي في الكرتون تحديداً ولا لا؟ طبعاً معظم أو يعني جزء كبير جداً من الأدوار اللي بجلنا في الدبلاج بيبقى فيها أطفال فمهم جداً إن إحنا نعمل كوادر من السن الأعمار الصغيرة ديت عشان تقدر يعني تلبي المتطلبات يعني بحس كمان من الشخصيات دعت الكرتون بتحتاج البنات والأطفال أطبعاً أكثر من الشباب أه البنات برضو ملايين شوية لأن البنات ممكن يتمثل شخصية ولد يعني البنات الصغيرين أكثر من الشخصية